المصير الأبدي فمن فينا الآن يخطر بباله أبو جده سنكون مجرد سطر في ذاكرة بعض الناس أسماؤنا وأشكالنا سيطويها النسيان فلماذا نطيل التفكير بنظرة الناس إلينا وبمستقبل أملاكنا وبيوتنا وأهلنا كل هذا ليس له جدوى أو نفع بعد مئة عام إن وجودنا ليس سوى ومضة في عمر الكون ستطوى وتنقضي في طرفة عين وسيأتي بعدنا عشرات الأجيال كل جيل يودع الدنيا على عجل ويسلم الراية للجيل التالي قبل أن يحقق ربع أحلامه فلنعرف إذن حجمنا الحقيقي في هذه الدنيا وزمننا الحقيقي في هذا الكون فهو أصغر مما نتصور هناك بعد مئة عام وسط الظلام والسكون سندرق كم كانت الدنيا تافها وكم كانت أحلامنا بالاستزادة منها سخيفة وسنتمنى لو أمضينا أعمارنا كلها في عزائم الأمور وجمع الحسنات وخاصة الصدقات الجارية وسيطلق بعضنا صرخات استغاثة لا طائلة منها كما قال تعالى رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وسيقول آخر ربي لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين وسيقول آخر يا ليتني قدمت لحياتي طالما يا أخي المسلم لازال في العمر بقية فلنعتبر ونغير يا لها من رحلة تبدأ من ظهر الأب إلى بطن الأم ومن بطن الأم إلى ظهر الأرض ومن ظهر الأرض إلى بطن الأرض من بطن الأرض إلى يوم العرض وفي كل محطة ترى العجب وفي النهاية تحط الرحال إما إلى الجنة وإما إلى النار شيئان أخي المسلم يحزنان رجل لم يدخل المسجد إلا في جنازته وامرأة لم تستر نفسها إلا في كفنها كم هي الغفلة وإلى متى سنستمر إنها الحقيقة المرة يحضرون للدوام في وقته ويحضرون للمطار قبل موعده ويحضرون للمستشفى قبل الموعد أيضا ثم ينامون عن الصلاة ويقولون مشكلتنا نومنا ثقيل بل كما قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا درس لي ولك ولمن بعدنا اللهم إنا نسألك حسن خاتمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر